سعيد جداً لتنظيم النسخة الأولى للمعارض الجهوي للدكاء الاصطناعي والروبوتيك بجهة الدربي دستات اللي انضمناه بشركة مع المديرية الإقليمية مديونة وعملة إقليم مديونة وجامع الكلية العلوم بالمسيك وأيضاً دعم دي المجلس الإقليمي مديونة ومشاركة للمديرية الإقليمية 16 تابعة لأكاديمية الجهوية لتربيوتكم بجهة الدربي دستات هذا المعارض يعني كيجي باش يقدم الحصيلة دي المشروع دي الإدماج التكنولوجيا الحديثة في التعليم بجهة الدربي دستات وبالخصوص لحصيلة الاندية دي الروبوتيك واندية دي الدكاء الاصطناعي اللي اعتمدناها بالمؤسسات التعليمية بجهة الدربي دستات في إطار حفز تمييز وحفز الدكاء الجماعي لدى التلميذات والتلاميذ وتشجيع الاندية التربوية هذا المشروع بطبيعة الحال كتدعمه عملات إقليم الديونة ودعماته للعملات يعني من خلال الدعم المالي اللي كتخوله المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مشكورة اللي دعمت الاندية دي الروبوتيات في المؤسسات التعليمية واندية الدكاء الاصطناعي الشيء اللي اليوم اوقفنا عليه هو واحد العمل يعني واحتقلوق دي الالتلميذات وتلاميذ قدموا مشاريع متميزة بفضل التعطير للأستادات والأساتي دجلهم وفضل انفتاح على الشركاء اليوم يمكننا نفتخره يعني بهذا العمل المشترك اللي قامت به الأكاديمية والمديرية الإقليمية المديونة واللي استطعت يعني من خلاله تعبئة شركاء متعددين من أجل فتح الباب التلميذات والتلاميذ في المؤسسات العمومية والمؤسسات الخصوصية بطبيعة الحال ومع التركيز على المؤسسات العمومية بتجهيزها بتجهيز الاندية دي الروبوتيات وبوسائل الحديثة للمعلومات من أجل تشجيع تلميذات وتلاميذ في هذا الباب برنامج الأكاديمية أيضا كان نقومه من خلاله بتنزيل مشموعة هذه المشاريع سواء تجهيز المؤسسات التعليمية بالوسائل الحديثة للمعلومات من حواسيب من مصالات من أجهيزة رقمية من استوديوهات رقمية لإعداد الموارد الرقمية لفائدات التلميذات وتلاميذ وأيضا واحد من جهود رائع دي المدارس الرائدة اللي كان ننوه به قمناه في السنة الماضية بالجهيزة 88 مؤسسة رائدة على سعيد جهاز الدربيد الأستات هذا الموسم من بعد النجاح والتألوق ديال الدورة الأولى جربة الأولى كانوا سعوب 288 مؤسسة إضافية هذه المؤسسات كلها بطبيعة الحال كتعرف واحد تأهيل شامير كتعرف تجهيز كل أقسام ديالها كل فصل الدراسية بالوسائل الحديثة من أجل تيسير العمل على المدرسات والمدرسين وأيضا كل هذه القاعات والفصل الدراسية كانوا نجهزوها بمكتبات صفية مجهزة من أجل تشجيع القراءة لدى التلميذات وتلاميذ خصوصا في السلك الإبتدائي هذا الموسم بطبيعة الحال سنوسعوا تجربة في الإعداديات بحيث اعتمنا 33 إعداد ديارة في أفوق التوسيع ومن بعد التعميم تجربة على صعيد كل مؤسسات جهات الدربيدستات دائما في إطار تشجيع المجال الرقمي في التعليم بجهات الدربيدستات تعقدنا شراكة مع مجلس جهات الدربيدستات اللي غادي تتمكننا من تجهيز 30 ألف قاعة دراسية بكل المديرية الإقليمية تبع الجهة من أجل يعني إدماج تكنولوجيا الحديثة في التعليم وهذا كله غادي يعطي واحد يعني الآثار إيجابي على جودة التعليمات كله من أجل دعم طبيعة الحال وتسريع وطيرة تنزيل مشاريع الإصلاح اللي جات بها خارطة الطريق 22-26 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر